موسيقى فقط عن التمرين خلينا نشوف كيف بكم تحضروا حالكم وتعرفوا شو دول فعكم لتخوض مجال التصدير اول شي اسألوا نفسكم هل انا شركتي عنده منتج انقبني عم تنبيع بنجاح بالسوق المحلي هايدي شغلي كتير هامة مش معناتها اذا انتم منكناش حين بالسوق المحلي رح تنجحوا بالتصدير رح تنجحوا بالسوق العالمي دايزم تكونوا قوية بالسوق المحلي لحتى تضمنوا نجاح بالسوق العالمي تمام تسألوا نفسكم هل الشركة عنده خط التسريق طولية نحن لما نحط خط التسويق محلية رح تكون مختلفة عن خطة التسويق الدولية فانتبهوا ما فيكم تستعملوا نفس الخطة التسويق نستعملها بكل البلدين لأن كل بلد عنده بيكون اهداف وستراتيجيات محددة للبلد هايذا كمان تسألوا نفسكم لأنه اكيد بده تمويل بده مصاري مثل ما قلت مش تغري لما تصدروا منتجاتكم رح تجيبكم الأرباح تغري رح تحطوا استثمار مبدئي لحتى تقدروا تباشروا بالعملية وتتحملوا بعد التكاليف المبدئي قبل ما تبليش ترجع الأرباح كمان اسألوا نفسكم هل الشركة تلتزم بتطوير أسواق التصدير يعني أنا اليوم بدي أخوض مجال التصدير هل عندي قدرة هل عندي وقت لخصصه هل عندي موظفين وموارد لخصصهم لهذا المجال لهذا العملية كمان هل أنا رح التزم بتقديم نفس مستوى الخدمة اللي عم قدمها للعملاء المحليين هل أنا كمان عندي المعرفة الكافية بشحل المنتجات إلى الخارج مع أي شركة شحل رح تعمل بأي طريقة رح تعمل قداش رح تكون تكلفتهم وكمان هل أنا عندي معرفة بإليات الدفع المخصصة بالتصدير لأنه اليوم الدفع بالسوق المحلي رح يكون مختلف عن الدفع بسوق التصدير من رسالة اتمان من التفاوض بهالعقود إلى آخره فكل عدة الأشياء كل عدة الأسئلة رح تساعدكم تحضروا نفسكم إذا بدكم أو تشوفوا هل أنتوا عندكم الدواسع الجيدة والسليمة لخوض مجال التصدير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر